الطاعات والتقرب لربنا في الأيام المباركة دي بسم الله الرحمن الرحيم بطبيعة الحال العشر الأول من زي الحجة الذي بلغنا الله إياه ونسأل الله أن يتم على الجميع بخير وسلام طبعا الأدعية لله عز وجل والأذكار الشرعية وعندنا الحمد لله يعني كتب وصيغ كثيرة منقولة عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام من الخروبات التي أؤكد وأركز عليها إطعام الطعام صورة البلد هي الخامسة في ترتيب النزول فلغتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام ولما نذهب لصورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وصرورا أول منشور الرسول السلام يعني بهذا التعبير إن صح في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام وجنابك هنا إحنا الآن العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية وأنا قلت أكثر من مرة الأزمات الاقتصادية لا علاقة لها بإيمان أو كفر أو توحيد أو شرك أو طاعة أو معصية دي سنن كونية وما نرسله بالآيات إلا تخويف يعني سيدنا يعقوب النبي الرسول عليه السلام حصل في منطقته في الشام مجاعة وأزمة اقتصادية واضطر أن يرسل أولاده أو أبناءه عليهم السلام ليحضروا الميرة من مصر سيدنا يوسف عليه السلام لما شرفنا هنا في مصر و سبع سنين حصلت أزمة اقتصادية النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل في عهد أزمة اقتصادية في إحدى السنوات لدرجة قال للصحابة عن الأضحية كله واتدخره إلى سلاسة أيام والله يفتع عليك سيدنا عمر الفاروق العادل عليه رضوانه الله عنده عام الرمادة أكلوا الخل بالزيت أنا أنبع على ذلك لأن في بعض المزيدين أو الجهلاء أو سيئ النية بيحاولوا جلد الزيت ويعملوا الصورة الضبابية فأنا أقول أطعموا الطعام في هذه الأيام وبالذات وسعوا على إخوانكم يوم عرفة بإطعام الصائمين وإدخال الصرور نريد أن اللحوم تنضج في بيوت الناس على السواء في يوم عرفة استعداداً ليوم العيد هذه من أعلى القربات وأسمى الطاعات نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يعطف الأغنياء على الفقراء هو بس أوله في نص دقيقة سيدنا موسى عليه السلام يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له كما في الحديث القدسي عندنا يا موسى كن للفقير كنزة وللضعيف حصنة وللمستجير غيسة أكل لك في الشدة صاحبة وفي الوحدة أنيسة وأكلاؤك في ليلك ونهارك أيها المسلمون أيها الناس في هذه الأيام المباركة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي ومن يسر على معسر يسر الله عليه ومن سطر مسلماً ستراه الله عز وجل وإلى أن نلتقي وذكر بشيء أو أعتظن أن العلاقات الاجتماعية أو فعل الخير يعني ينصبع المسلمين فقط بل وعلى غير المسلمين لأن نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين